التصفية حسب التحديد يمكنك التصفية حسب مكان وجودك في أي حقل على سبيل المثال نريد جميع البيانات التي لها القيمة 50 فقط نقف في القيمة 50 ثم نختار تصفية حسب التحديد نختار يساوي 50 ليظهر فقط السجل الذي فيه 50 يمكن إلغاء عامل التصفية بالنقر على إزالة عامل التصفية يمكن الوقوف على 50 مرة ثانية نريد على سبيل المثال لا يساوي 50 إذن تظهر جميع القيم التي لا تساوي 50 أي يتم إلغاء 50 فقط يمكن إزالة عامل التصفية يمكن اختيار أي حقل ليس بالضرورة أن يكون حقل رقمي يمكن أن يكون حقل نصي قف الحقل الخاص على سبيل المثال بجديد على سبيل المثال نريد اختيار على سبيل المثال جميع القيم المحددة أي التي عليها إشارات صح أو يمكن اختيار جميع العلامات غير المحددة إن أردت ذلك ويمكن إلغاء عامل التصفية أو إزالته يمكن الوقوف هنا على سبيل المثال نختار حقل رقمي نريد مثلا أصغر من أو يساوي 80 أو أكبر من أو يساوي 80 أو بين قيمتين تحددهما نريد بين القيمتين مثلا 10 وعلى سبيل المثال 90 فقط انقر على موافق يتم عرض جميع القيم بين 10 و90 إذن يمكن إنشاء أي عامل من عوامل تصفية لإظهار سجلات وإخفاء سجلات لا تريدها يمكن إزالة عامل تصفية إن أردت ذلك ترجمة نانسي قنقر